بيانات الغرفة التجارية المصرية الصينية تكشف عن أن السيارات ذات العلامات التجارية الصينية لقت إقبالاً متزايداً بين المصريين خلال عام 2020 بالرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد في معظم دول العالم خبراء السيارات يذكرون أسباباً لذلك النهاردة فعلاً الصين قدرت تحقق المعادلة الصعبة الصين النهاردة التي وصلت أنها تنتج تلت سيارات العالم أكثر من 30 مليون عربية على مستوى العالم قدرت النهاردة أنها تكون شريك أساسي في جميع المركات في مكونات الإنتاج وأدوات التغذية عايز أقول لحضرتك أن النهاردة الصين مش بتعتمد على السعر فقط زي ما كانت في بدايتها لا ده فيه سعر وفيه جودة عالية جداً ودايماً دايماً سبق خطوة مصر أصبحت ثاني أكبر أسواق السيارات ذات العلامات التجارية الصينية في الشرق الأوسط بحسب خبراء نظراً لما تتميز به من تكنولوجيا وتطور يواكب العصر الصين في الفترة الأخيرة لو تلاحظ بقت تهتم بوسائل الأمان في السيارة جداً من إيرباكس من فرامل إي بي إس من إي بي دي من وسائل الأمان في السيارة الحاجة اللي كمان ابتدى المستهلك اللحظها هو نقطة في ممتها الأهمية أن العمر الافتراضي والاستهلاك للسيارة أصبح طويل جداً يعني النهاردة العربية بتشتغل خمس سين وعشر سينين وتجد العربية بحالة فعلاً جيدة وفقاً للأرقام فإن مبيعات السيارات الصينية زادت بنسبة 82.17% في الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2020 اللي بميز السيارة الصينية الفئة السعرية بتاعتها بتتراوح من أول 200 ألف جنيه لغاية 300 ألف دي الفئة السعرية اللي موجودة دلوات في السوق أقل حاجة بتتباع في الصيني ودي طبعاً فئة السعرية مش موجودة في عربات تانية بالأوبشنز دابل سيفتي اللي فيها فده بميز العربية أنها تتباع أكتر ويبقى لها سوء تاني أكتر في مصر والعربية فيها تكنولوجيا أكوى وتقريباً بقتها المكتسحة السوق بسبب موضوضات يعني شركات السيارات الصينية أجرت أبحاثاً خلال الأشهر الأخيرة في سوق الشرق الأوسط وحسنت أداء السلامة لسياراتها بناء على عادات القيادة للسكان المحليين اشتركوا في القناة